هل من الممكن أن يبقى فيه رهانات سياسية حالية عن اللي حيخرج فائز في الصراع ده ولا لا؟ الفوز والخسارة حتكون كده بالتأسيط يعني تقدر تقول دلوقتي أنه روسيا مسيطرة على كل أوكرانيا أو على معظم أوكرانيا وده في حد ذاته يمثل مكسب للعملية العسكرية على الأرض اللي قام عليها الغزو على الأرض في الوقت نفسه الغرب تقدر أنت نفسك تلاحظ أنه تجمع الغرب مرة أخرى كان فيه انقسامات كثيرة وكان فيه وكانت نظر مختلفة كان في شك في وجود النات ونفسه أجمعوا كلهم على موقف واحد إذاء اللي حصل فده في حد ذاته مكسب للغرب وزي الثاني ما هو مكسب طالما أنه عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا وغزو أوكرانيا وهي لسه مستمرة بعد الوقت فتقدر تقول أنه هناك مكاسب هنا وفي مكاسب هنا فيه تطورات كبيرة حصلة ضروري تاخد بالك منها وناخد بدنا كلنا منها أنه أوروبا دلوقتي بتتغير لأن الدول التلاتة المحايدة تاريخيا سويسرا والسويد وفرلندا بدأوا يتكلموا عن احتمال انضمامهم للحيف الأطلانتي ده جديد أنه ألمانيا تقرر إعادة تسليح جيشها ورصد مبالغ هائلة لهذا جيشها مش الأطلانتي والجيش الألماني ده مش بسيطة كل دي نتائج العالم اللي اشتغلت في حرك سياسي وديبلوماسي بدأ يتغير تماما أو اللي تعودت عليه طبعا بدأ يتغير وبدأ يتغير في مناقشة مصير النظام المتعدد الأطراف يعني نظام الأمم المتحدة وما إذا كانت سوف تستطيع أن تشرف وتدير المسائل المتعلقة بالأمن الدولي والصدمات الدولية والمشاكل الموجودة ولا لابد من إعادة النظر لم يكن في تشكيلها ففي أداءها وبالذات مجلس الأمن وجمعين شكرا